تتخيلون يا جماعة الخير ان علبة الموية ذي اللي سعرها بل بقالة نص ريال ياصل سعرها 25 ألف ريال لا ولا عليها استكرق ومشروب منها ليه؟ هذا سلمكم الله واحد في حفلة من حفلات فنان العرب محمد عبد كلكم تعرفون محمد عبد كان موجود بالحفلة وكان يطالع لمحمد عبد جالس ومستضيفينه محمد عبد وجعه وشرب من الموية ذا ونزلها على الماصة وراح يغني جاء هذا واخذ الموية وسوى عليها ايش اسمه؟ وسوى عليها انها مزايدا ومسيومت منه بـ 25 ألف يقول هذه من مقتنيات فنان العرب احنا ما نقول شيء فنان العرب فعلا فعلا فنان العرب لكن انت تسمع بكلمة مقتنيات المقتنيات ميب هذه المقتنيات قلم سبحة خاتم جوال او محمد عبد وجوال اصل كشاف ما يعطيك اياه يقول بحافظن عليه يعني شيء يخصه هذا هم اللي مضيفين وهو جايبين لها الموية الى على كذا يا اخي خلاص اجعل اذا جاء محمد عبدو عندنا بالقصيم يسوي حفلة ابي اجيب كراتين موية وخلي اشرب منه كلهن خلاص وانا اصير ابيعهن يا اخي وين تأصل والله العظيم يا اخي بعقول الناس دي والله العظيم نص ريال الى خمسة وعشرين الف يا اخي وش دي وش السالفة سمعت في السالفة يا جماعة الخير هذه السالفة صد ترى والله حنا شلنا الموية شلنا الاستكرالي عليها عشان غايصير فيها اعلاء 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 للشركة لكن ترى موية يعني ومقتنيات هذي ماهي من ضمن المقتنيات هذي هذي ضيافة مقدمة لو جايك محمد عبدو والبيت عندك سويت شاي وكهو ضيفته تبيتجمع كل الاغراض اللي سويته اقول اهل العقول بنعمة